وفي متابعة للحركة الشرائية على المستلزمات المدرسية أكد تجار في محافظة المفرق ضعف الحركة الشرائية على مواد القرطاصية ومستلزمات المدارس قبل يوم من بدء العام الدراسي التجار أكدوا أن موسم المدارس عادة يكون الأقوى على مستوى العام لكنه اليوم يشهد ضعفا كبيرا في الحركة الشرائية بسبب جائحة كورونا وانعكاسها على مختلف القطاعات المواطنون بدورهم أرجعوا سبب عزوفهم عن شراء المستلزمات المدرسية إلى قرارات وزارة التربية والتعليم وتخوفهم من تحول التعليم إلى تعليم عن بعد فيما رأت غرفة تجارة المفرق أن ضعف الحركة الشرائية على القرطاصية ومستلزمات المدارس يعود للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الأردن وتراجع القدرة الشرائية للمواطن إضافة إلى تضارب القرارات من قبل الحكومة بموضوع دوام الطلبة في المدارس طبعاً السنة هاي ما فيه بيع نهائياً على القرطاصية يعني فيه منهم من الشعب يقولك ما فيه مثلاً دوام ما فيه إشي لا نشترى والأسبوع بعدين راي عطلونا وببيع يعني ولا جاء بالنص تقريباً تعالعام الماضي حتى اليوم بعدني كمانتهم مترددين أصلاً نشترى لحد اليوم الساعة حتى اليوم أول يوم مدرسة وأول أسبوع بالمدرسة يعني خايفين أنه كمانت فيه كون تعليم عن بعد يعني كمانت هذا كمانت ضغط على الأهالي وضغط على الطلاب وضغط على المدارس كل سنة من نزل بضاعة أكتر ومبلغ أكبر بس المرة نزلنا المبلغ بسبب ما فيه حركه مثل ما أنت شايف أزوف المواطنين على الغرطاسية أول شغلة الرئيسية أنه وزيرة الصحة بيحكي يقول دوام عندنا نص دوام بالفترة المدارس ويجي وزيرة التربية والتعليم بيحكي يقولك عندنا دوام كامل الناس محتارة بين هاي وهاي والشغلة كمان ما فيه عنه قوة شرائية من موضوع الحذر يعني قادر الحذر للساعة عشرة للمحلات تجارية وللمواطنين الساعة داش يعني ما فيه كيف الناس تشتغل كيف ترتب خاصة موضوع المطاعم وموضوع المقاهي حتى المظفين الذين لديهم شغل ليلي شفتات بالمصانع بالمصالخ الدواجن أو سلسلة توريدة بشكل عام ترجمة نانسي قنقر